اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز ان قطاع النفط والغاز يسير وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله مشيرا سموه الى ان الشركة القابضة للنفط والغاز تحرص دائما على مواصلة تعزيز هذا القطاع الهام ومواصلة تطويره بما يعزز من الاسهامات التي تبضي عليها المملكة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 جاء ذلك لدى استقبال سموه السيد كلاوديو دي كالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة وسعادة المهندس فيصل المحروس رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول والسيد غسان علي لمهنة القائم بأعمال العضو المنتدب بشركة تطوير للبترول والسيد لوكا فينرتي مدير العمليات الأولية بالشركة الإيطالية والسيد فؤاد كريكشي نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط موضحا سموه أن الشركة حريصة على تبادل الخبرات بين مملكة البحرين وإيطاليا في سبيل مواصلة نهوض قطاع النفط والغاز لترسيخه أو لترسيح الاقتصاد النفطي في المملكة وخلال الاجتماع بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع السيد كلاوديو دي كالزي سبل التعاون في مجال النفط والغاز بما يعزز التعاون والشركة بين البلدين في مختلف المجالات وذلك وفق آفاق أرحب من الفرص بين البلدين